طيب لما لما اجي اشوف ان انا مسعى لسبيل مثال وحتاج بتتكلم على جنزة رفاع السرور وحضور البلتاجي وكلمة من حزم صلاح والاتنين من اقطاب تنظيم الاخوان عملية طب افكرك بحاجة تاني قبل ما تكمل سؤالك الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح من العمالها مش عمالها خيارة الشاطر طب ضمت مين ضمت قيادات السلافية وهتشوف شيخ عادل مش عارف مين اه اه محمد حسان وهتشوف كل المجموعات دي في الهيئة الشرعية اقول لانه الشاطر قال لك طب انا كمان نحن نسيطر وندير الطيار السلافي جملة فانا عمل الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح وعمل حاجة للالترس تقول لها دو عمل وهو حاب الراجل يعمل شبكة كلها يديرها ويحرك الدنيا حتى انه رشيد المصري بالمناسبة ذكر موضوع الالترس ده ايوه ايوه ما هو كله ده كان في شبكة واحدة ارتلس شبكة بيديرها ابن الشاطر وغيره بيدرب طريقة معينة والسلافين احنا هندرهم عن طريق الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ونتوغل في الاحزاب بتاعتهم وتعمل حاجتين مجل الشرع العلماء وتشوف فيه الشيخ عدل النصر ومش عارف مين مجموعات وغريبة جدا يعني تخيل انت جماعة نصر السنة المحمدية البعيدة عن السياسة بالكامل والناس اللي هما بيقولك احنا بنهتم باصلاح عقيدة الناس العقدي بس بنشوف نشوف يؤيدوا العمل السياسي وينقلبوا بعد 2011 وبنشوف كتابات ليهم عن تكفير الحاكم وبيرجعوا بعد كده بعد سخوط الاخوان وعزل الاخوان عن الحق وبالثورة الشعبية دي وبنتنطلع بقى ليتراجعوا عن مواقفهم كلها جملة وتفصيلة وينكروا الكلام ده يبقى اذا هذه السلفيات ممكن هي بتشتغل بطريقة استاذ يوسف بشكل معين واحد خاصة هذه الفترة الاستفادة من الاماكن الاخوانية يعني الاماكن اللي خالق منها الاخوان انا بحاول املهنة دي واحد يعني بنملى اماكن بعض لو الاخوان موجودة بتملى مكان شاغر وانا بملى مكان اخر شاغر بشكل معين دون تنسيق ولا تنسيق واحيان في بعض الاحيان بيحصل تنسيق لكن هو في النهاية كل واحد فيهم بيحاول ان يحتل المجال العام بشكل معين يعني فيه ناس من المواطنين البسطاء يقبل الشكل السلفي وحب الشكل السلفي وفيه ناس تقبل الشكل الاخواني مش عاوز الشكل السلفي ده فكل واحد بيلعب دور فهنا بيحتل في حالة غياب الاخواني انا بيحتل الاماكن الاخوانية الاستفادة بالممكن والمتاح في حالة الممكن والمتاح ايه الممكن والمتاح ليه ان انا اشتغل بيه أعمل بي دلوقتي يبقى أعمل من خلال حزب سياسي ولا أعمل من خلال جمعية ولا أعمل من خلالي بالزبط فهو ده اللي بيعملوه إذن السلفيات احنا عندنا سلفيات كثيرة جدا متنوعة هناك خطر سلفي كبير جدا مش على مصر مش بتكلم على مصر بالمناسبة رغم من احنا لدينا دراسات كثيرة جدا في هذا الموضوع وتكلمت فيها كثيرا لكن لما تيجي تتكلم النهاردة عن واحد زي عثمان الخميس مثلا اللي بيطلع في القنوات مصطفى العدوي اللي هو ذكره برضو فهم الاسم والرشيد والفتاوى العميقة والكبيرة جدا اللي هي بتدفعك انت كشاب فيما بعد انك انت تشيل سلاح ما ده موجود وده بيتفتح له النهاردة بتلاقي منظمات وجمعيات وتنظمات الهيئة العالمية للدفاع عن السنة التحالف الإسلامي الدولي ما ده منظمات سلفية شغلة في العالم العربي ومدعومة ولها أنشطة مش أنشطة في مصر ولا لا ده أنشطة في أوروبا كمان النهاردة أنشطة الطيار السلفي في أوروبا يتوغل ومركزه الرئيسي في ألمانيا الطيار السلفي النهاردة موجود في أفريقيا ملاوي وجنوب أفريقيا ودول غريبة جدا يا سنغال وغيره الطيار السلفي موجود في أمريكا اللاتينية اللي هي أمريكا اللاتينية أصبحت محطة ضخمة جدا للطيار السلفي السروري الحركي مع جماعة الإخوان المسلمين الانتقال الكبير جداً اللي حدث إلى بعض الدول الأفريقية